رئيس مساجر الإيجار القديم لا يمكن العبس بحقوق قطني 9 ملايين واحدة سكنية أهلا بكم أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد ولا تنسوا دعم المقطع بلايك قدم شريف عند السلام رئيس التعادل المستاجرين للوحدات السكنية وفق الكنون القديم مذكرة توضعية بشأن حقوق المستاجرين الخضعين لقانون 49 سنة 1977 والقانون 136 سنة 1981 للعرض على تنصيقية شباب العزاب والسيوسيين خلال جلسة الاستماعية التي عقدها نوابة تنصيقية مجلسية النواب والشيوخ كما تم إرفاق أحكام المعكمة الدستورية والمذكرة التي أشارت إلى حق المستاجرين بنظام الإجار القديم في توريس الشوكة السكنية حتى الجيد العودة قانون الإجار القديم وحصلت الوطن على نص المذكرة التي قدمت في جلسة استماع بخصوص تعديل قانون الإجار القديم وجافية بشأن حقوق المستاجرين الخضعين لقانون 49 سنة 1977 وقانون 136 سنة 1981 على ضوء ما ورده بمبادئ أحكام المعكمة الدستورية العليا وحرصا على السلم الاجتماعي لهذه الفئة الكبيرة من أبناء الشعب المصري وأضافة المذكرة أن المستاجرين في مصر استاجروا شوكة سكنية ومحلات تجارية وفق قانون الإجارات المصري الصادرة عام 1977 وفي ظل الدستور 1971 وكان هذا هو القانون المعمول به في هذا الوقت وفق شرعية دستور قائمة وفي ظروف طبيعية وليست استثنائية حيث كانت بعد الحروب القارسة الطبيعية وكانت البلاد في حالة استقرار وحين استاجروا هذه الشوكة والمحلات التجارية طلب منهم مبالغ مالية مجمدة تسمى مقدم إيجاره في السمينات أصبعات خلو رجل غير مجرم بالقانون وهذه مبالغ تعدى وتمثل نصف سامن العين تمليك تقريبا وقاوبة اشتباط على نفقتهم الشخصية وواصل عبد السلام في مذكراته التي قدمها بجلسة استماع حول تعديلات قانون الإيجار القديم السكان مكسوا لزامن ليس بقريب في هذه الشوكة والمحلات التجارية حتى أصبعت هذه الشوكة مع أولاهم والأصحاب المعاشيات والأرامل والأيتام والمصرين من أبناء الشعب المصري وكذلك المحلات التجارية أصبعت مصدر أرزاق لأسر ليس لها مصدر رزق آخر والعملين فيها أيضا وأي عبس في نقطة العقود المبرمى بالطراضي مع أصحاب هذه الأملاك يعد تشريدا وضيعا وقطع أرزاق مالين الأسر المصرية التي تسطرها هذه الشوكة والمحلات وأكد رئيس اتحاد المستجرين ملتزمونه بدفع الكيمة الأجرية المتفق عليها في العقود المبرمى بينهم بالطراضي التي أقرتها الدولة تحت مسمى الكيمة الكونية لأجرى وهذه الكيمة هي ما يستطعون الوفاء به وفكة الحالة الاقتصادية الرهنة التي نسعي جميع الحكومة وشعبها لتحسين هذه الظروف الاقتصادية ونجتهد قد رطقتنا لتحقيق ذلك وأوضح عبدالسلام نعلم أن لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري تبحث كافية إصدار قانون اجتساما بحكم المحكمة الدسترية العليا الصادر في 5-2018 الخاص بالأشخاص الاعتبارية والحكومية لغير غرض السكن فقط والتي تتمثل في المنشآت والشركات ذات الطابع الاعتباري فقط والتي تملك الدولة كمستاجر حكومي ولذلك لأن المحكمة اعتبرت على أن الأشخاص الاعتبارية ليس لا وارث ومن ثم هذه العلاقة الأجرية أبدية مادة الحياة وهذا لا يتفق مع الدستور المصري الذي يحميه ويصون حقوق الملكية وتابع من هنا قنط المحكمة الدسترية العليا بعدم دسترية بقضاء الأشخاص الاعتبارية كمستاجر مادة الحياة وانهاء العلاقة الأجرية بالنسبة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن ومن ثم تقدمت الحكومة متمثلة في إزارة الإسكان ومشروع قانون مقوان من 5 مواد وفي المادة السلسة والربعة منه زيادة الكيمة الأجرية خلال فترة انتقالية 5 سنوات والتزم المستاجر بخلال مكان المؤجد ورده إلى مالكه وتزيد الأجرى الخمسة تمثال الكيمة الأجرية علما بأن عدد الوحدات التجرية كما ورد في عكم 203 لسنة عشرين دسترية و776 ألف وعدة تجرية وكل منها تمثل نشاط أسر باكملة وعدد الوحدات السكنية بنظام الأجر القديم لا يقل عن 89 وعدة شاغلة توريس وعدات الإجار القديم مواصلة عبدالسلام في المزقرة التي تناقش أزمة تعديل القانون الإجار القديم وفق وجهة نظر اتحاد المستاجرين هذا الأمر يختلف تماما بالنسبة للمستاجر الوحدات السكنية والتجرية من الأشخاص الطبعيين وذلك لأن المحكمة الدسترية المصرية قرد في هذا الأمر بالامتداد لجيل واحد واستندت على جواز التأجيل لمدة طويلة وفق رأي السادة الأحناف هو مذهب أبو حنيف النعمان المذهب الذي نعتبر عليه في القانون المصري في معظم أحواله حيث أن المادة السنية من الدستور المصري تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع المصري وأكد رئيس التعادل المستاجرين أنه من هذا المنطلق قردت المحكمة الدسترية العليا في 13-12 في القضية رقم 70 لسنة 18 قضية الخاصة بالامتداد القانوني لجيل واحد في الوعدات السكنية حيث أن قضاها لجيل واحد لا يكون خارجها عن دائرة عقد الإيجار بحمل التهو على وقاع عديدة أقصى وفاة آخر من من امتدى العقد لمصلحته من زوج قرابة المستاجر الأصلي اشتركوا في القناة